موسيقى مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة الأحوال الجوية في معظم مناطق المملكة الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا وفي الرياض باردة ويحتمل تشكل الضباب وبالتالي يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح والصغرى المتوقعة في الرياض 11 درجة مئوية لكن اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس تتأثر شمال المملكة وبعض المناطق الشمال الوسطى وأيضاً المناطق الغربية والشرقية والشمالية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذلك تتكاثر الغيوم الرادية وتسقط زخات رادية من المطر تبدأ في المناطق الشمالية وبعض المناطق الغربية اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء وتزداد حدة شدة الهطول أيضاً تدريجياً لتشمل منطقة المدينة المنورة وأيضاً مكة المكرمة وجدة خاصة مساء يوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء على الأربعاء ويوم الأربعاء أيضاً وأيضاً تشمل مناطق حائل وإسكاكة وعرعر وأيضاً هذا الخط من المناطق يعني بما معنا المناطق الشمالية الغربية وبعض الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة تستمر حالة عنو الاستقرار الجوي حتى يوم الأربعاء لكن بعد ظهر يوم الأربعاء تخف تدريجياً ويوم الخميس أيضاً تخف بشكل واضح وكبير أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة نتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل المناطق الغربية والشمالية وبعض المناطق الشمالية الشرقية من المملكة وتسقط زخات رعادية من المطر على فترات في هذه المناطق وتشمل منطقة المدينة ومكة وأيضاً جدة والأحوال الجوية المتوقعة في الغياض الأجواء معتدلة في النهار ومشمسة أيضاً والحرارة الأظمى المتوقعة يوم الاثنين خمسة وعشرين درجة مئوية بينما أثناء الليل الأجواء باردة ويتشكل الضباب ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح والحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض عشر درجات مئوية يوم الثلاثة أجواء غائمة جزئياً معتدلة من حيث درجة الحرارة الحرارة الأظمى المتوقعة في الرياض درجة مئوية والأجواء أثناء الليل أيضاً غائمة جزئياً وباردة نسبياً والصغرى المتوقعة أربعتاشر درجة مئوية يوم الأربعة أجواء غائمة جزئياً معتدلة من حيث درجات الحرارة الحرارة الأظمى المتوقعة في الرياض ستة وعشرين درجة مئوية بينما أثناء الليل أجواء غائمة جزئياً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر أحياناً والحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 17 درجة مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة ستتأثر المملكة العربية السعودية بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي تنتد من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس هذه تشمل المناطق الغربية والشمالية والشمالية الشرقية وبالتالي تسقط زخات رعدية من المطر تشمل جدة والمدينة المنورة ويوم الأربعة أيضا مكة المكرمة أجواء باردة بشكل عام خاصة في المناطق الشمالية لكن المناطق الوسطى والجنوبية أجواء معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلا أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ومن طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء